السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أبنائي وبنات الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم للصف الثالث الابتدائي نكمل بإذن الله خلال هذه الحصة سورة الصف من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة مع مراجعة الآيات السابقة إذن كما ذكرت سورة الصف معنا خلال هذه الحصة نقرأ من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة في البداية نتذكر سويا أداب تلاوة القرآن الكريم حتى نلتزم بها عند القراءة تذكرون أول أدب قلنا ما هو أحسنتم إذن أول أدب من أداب تلاوة القرآن الكريم قلنا هو الوضوء نتوضى قبل أن نمسك المصحف الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا الاستياك استخدام المسواك أو فرشات الأسنان لنظافة الفم الأدب الذي يليه ما هو ممتازين قلنا الاستعاذة والبسملة إذا قرأنا أي سورة من بدايتها ماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم إذا قرأنا أي آية أخرى من غير البداية نكتفي بالاستعاذة ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم الأدب الذي يليه ما هو ممتازين قلنا الترتيل دائما نقرأ القرآن بترتيل وبصوت جميل الأدب الذي يليه أحسنتم قلنا الخشوع وبعده قلنا التدبر والتفكر إذا دائما نحاول أن نقرأ في مكان هادئ ومعدل القراءة بقدر المستطاع حتى نتمكن من الخشوع ونتمكن أيضا من التدبر والتفكر بالآيات التي نقرأ إذن دائما نلتزم بعداب تلاوة القرآن الكريم أثناء الحص أو في أي وقت آخر أيضا نتذكر سويا تنبيهات عامة قلنا مهمة جدا وتساعدنا في الاستفادة من تواجدنا سويا أثناء الحص بالتأكيد تذكرون أول أمر مهم قلنا ما هو أحسنتم إذن قلنا احتساب والأجر من عند الله سبحانه وتعالى لأن كل حرف نقرأ في القرآن لنا به حسن إذن أجر عظيم عند تلاوتنا للقرآن الكريم أثناء الحص أو في أي وقت آخر الأمر الذي يليه ما هو ممتازين قلنا المتابعة في المصحف مهمة جدا يكون المصحف موجود معنا أثناء الحص ونفتح على الآيات المطلوبة نتابع أثناء الاستماع أو أثناء التلاوة المتابعة تساعدنا على التركيز وعلى الاستفادة من تواجدنا كما ذكرت سويا أثناء الحص إذن نقطة مهمة جدا نلتزم بها دائما الأمر الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا النطق الصحيح مهم جدا أن نستمع بشكل جيد حتى نتمكن بإذن الله من قراءة الآيات ونطقها بشكل صحيح النقطة التي تليها ما هو أو ما هي أحسنتم إذن قلنا القراءة بتمهل قلنا مهمة جدا من النقاط المهمة التي نلتزم بها دائما عندما نقرأ القرآن الكريم نقرأ بتمهل حتى نتمكن كما ذكرت من القراءة والنطق بشكل صحيح نتمكن من الخشوع نتمكن أيضا من الترتيل أثناء التلاوة إذن نقطة مهمة نلتزم بها دائما الأمر الذي يليه ما هو ممتازين قلنا المحافظة على المصحف اتفقنا عندما ننتهي من تلاوتنا للقرآن الكريم نضع المصحف في مكان نظيف لأن المصحف يحوي كلام الله سبحانه وتعالى دائما نحافظ عليه من التلاف ومن التمزق النقطة الأخيرة المهمة ما هي ممتازين المراجعة المستمرة نراجع سويا كما تعودنا أثناء الحصة كذلك أنتم مهم جدا أن تراجعوا بشكل مستمر عرفنا برنامج مصحف مدرسة التعليمي وذكرنا أنه برنامج مهم جدا يساعدنا على المراجعة وعلى مذاكرة الآيات المطلوبة مهم جدا أن نستفيد من هذا البرنامج الذي يحوي العديد من القراء والعديد من المميزات الجميلة والمفيدة إذن سويا الآن نفتح على سورة الصف سنستمع للسورة من البداية بإذن الله حتى الآية التاسعة بعد ذلك نقرأ الآيات المطلوبة من الآية السابعة حتى الآية التاسعة جاهزين؟ إذن نبدأ على بركة الله ونستمع لسورة الصف نستمع لسورة الصف من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ممتازي نريد أن نستعر مرة أخرى لسورة الصف من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة نراجع الآية السابقة على الآية المطلوبة مننا في هذه الحصة ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ممتازين يعطيكم العافية إذن راجعنا الآيات بشكل جيد من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة الآن نريد أن نستمع للآيات المنطوبة منا في هذه الحصة إذن نستمع من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة أهم جدا أن نستمع ونتابع في المصحف إذا استمعنا بشكل جيد سنقرأ بعد قليل بإذن الله قراءة صحيحة خالية من الأخطاء جاهزين؟ إذن نستمع سويا من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة نستمع ونتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ممتازين يعطيكم العافية استمعنا للآيات المطلوبة أقرأ لكم بعض الكلمات التي يجب أن ننتبه عندما نقرأها بعد قليل وأن ننطقها بشكل صحيح نلاحظ في الآية السابعة يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ننتبه هنا لكلمة ممن افترى ومن أظلم ممن افترى نلاحظ الكسرة تحت حرف النون ممن افترى ومن أظلم ممن افترى ننتبه هنا لنطق الكلمة أيضا في الآية التي تليها يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ننتبه هنا لكلمة ليطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم نلاحظ تكرر حرف المكسور بأفواههم والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون الآية التاسعة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذن هنا المقصود هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والمقصود هنا هو دين الإسلام إذن عرفنا بعض الكلمات التي يجب أن ننتبه عندما نقرأها بعد قليل مهم جدا أبنائي وبنات الطلاب كما ذكرنا في بداية الحصة أن نقرأ على مهل ونتابع أثناء القراءة ونحاول قدر الإمكان أن نرتل أيضا أثناء القراءة جاهزين إذن نقرأ من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة من سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عافية نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ترجمة نانسي قنقر 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 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ترجمة نانسي قنقر 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 اترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ممتازين الله أعطيكم العافية جميعا كذا نكون وصلنا لنهاية الدرس قرأنا خلال هذه الحصة سورة الصف من الآية السابعة وحتى الآية التاسعة كما راجعنا الآيات السابقة الله أعطيكم العافية شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله